حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشامي بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين حفنه شيم أخبرنا خالد عن القاسم بن ربعتا بن جوشا عن عقبتا بن أوسين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده قاله شيم مرة أخرى الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دمين أو دعوة موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل خطأ العمد قاله شيم مرة بالصوت والعصى والحجر دية مغلضة مئة من الإبليم منها أربعون في بطونها أولادها وقال مرة أربعون من ثنية إلى بازل عمها كلهن خليفة حدثناه شيم أخبرنا حميد حميد عن القاسم بن ربيعة أنه قال في هذا الحديث وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصى والحجر مئة من الإبليم منها أربعون في بطونها أولادها فمن ازداد بعيرا فهو من أهل الجاهلية حدثناه شيم أخبرنا يونس عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من ذلك إلا أنه قال مئة من الإبليم ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبوء وأربعون ثنية خليفة إلى بازل عميه